اشتركوا في القناة 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 وبالتالي نظن الحمد لله لا نقول احتوينا الازمة ولكن نقول الحمد لله بدأ نوعا ما الانفراج تبقى نتيجة او نتيجتين ايجابية تجعل يعني ترجع ثقة لكل مجموعة والانصار ونطلب يعني بالمناسبة من كل الانصار يعني بكل يعني شرائحهم يعني يقفوا مع الفريق ولو معنويا الاشخاص سيمرون ولن يعمروا في هذا الفريق ولكن الفريق يبقى لازم الانشانين الانسان تكون عنده لا اقول محبة الفريق او كلمات يعني للاستهلاك ولكن تكون عنده المناصر ايضا يكون عنده روح المسئولية ويقف مع الفريق في هذا المرحلة ونطلب يعني من كل الناس اللي تكون عندها الارادة وعندها الامكانيات باش تقدر الدعم الابواب مفتوحة والفاق السيف هو ملك الجميع هو نفس ونفس عين فورا وسيد الخير وسيد ايم سعود الاشياء اللي معروفة ملك عام يعني تعنا كامل سيد اي بيان كومان ما نقول لش نتوسل ولكن الابواب مفتوحة لكل الانسان يُعطي الإضافة لذ نادي وهذا فريقنا وكل موش فريقينا وكان يبقى وغير هذا الحويج اللي ما يقدرش واحدة وتحط حتى مالقارون في نادي ما تقدرش تقول الملكي الانتماء وعنده انصار تاعه وعنده تاريخ وعنده احنا رانا كما يقول لك ناس بوسطاء جدا وما عندنا شديك حرب زعامة ولا نريد ان نكون اكبر او اقوى من الناس او من الاخرين بالعكس نريد ان نرى الفريق في اريحيا ونرى ان الانصار متفائلين وفرحلين بالفريق وشكرا جزيل بدون جكي سؤال يعني موحل جنوع الماء ولكن يعني هو وسلاح ذو حدين من جهة الناس تثبت بان هذا الفريق مدام تجرأتوا وتقدمتوا ليه ما عليكم الى وجود الحلول نعم وهذا لي منقولكش لي ابعاد يعني باش تبقى لانه تكلم على والية ورئيس المجلل الشعبي البلدي ربما عندهم امار كبيرة وكبيرة جدا على المشاكل البسيطة في نادي احنا نتفاهم الوضع التحهم ولكن انا متفاعل انهم لن يبخلوا على النادي والاخوة ذوك راح ان يشوفوا تسرح تاعي يرحم مالدي وما ترجعوش لكم قلتوا ما نحتاجوش الايدارة سيدي قلنا ما نحتاجوش ذوك نحتاجو ورا البروبلاب مايش مشكلة كبيرة ونتمنى ان شاء الله نفرحوا جمهورنا يوم الأربعاء وتقول انت لقى قوية لفاكستيف اشتركوا في القناة